نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين محليين في الرقة السورية تأكيدهم العثور على مقبرة جماعية تشمل مئتي جثة على الأقل يعتقد أن بينهم قتلى كانوا رهائنة عند تنظيم داعش وقال مسؤولون إن المقبرة شملت عشرات الحفر دفنت في كل منها خمس جثث وعثر فريق مختص في المقبرة ذاتها على جثث نساء يرجح أن ثلاثا منهن تعود لنساء قتلن رجما بالحجارة